وأخيراً وبعد أسابيع طويلة من الهجمات الجوية والقصف بكل أشكاله تقبل غزة على هدنة إنسانية مؤقتة هدنة كانت هي المطلب الأساس للعديد من المنظمات والدول والهيئات الإنسانية الدولية استراحة وفرصة لالتقاط الأنفاس وإحصاء الخسائر وتضميد الجراح فغز المنكوبة في حاجة ماسة إلى الماء والغداء والدواء والطاقة الضرورية لتشغيل المولدات وأهالي القطاع في نزوح لا يختلف عما عاشه أجدادهم إبان نكبة 1948 وبموازاة الحرب ولغة المدافع يشتعل المشهد السياسي الإسرائيلي وتتعارض الرؤى والطروحات بين مطالب بمواصلة الحرب إلى حين القضاء على حماس وبين براجماتي يرى أن سياسة الانتقام لن تكون عواقبها على المجتمع الإسرائيلي أقل مما هي عليه على سكان غزة عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في ارتفاع ومعه ترتفع الأصوات المطالبة برحيل بن يمين نتنياهو وهو الرحيل الذي بات في حكم المؤجل إلى حين في نظر معارضيه أما نتنياهو نفسه فيرى في هذه الحرب مخرجا وحلا لعقدة حماس ويعول على الانتصار بأي شكل كان ليضخ إكسير الحياة في مسيراته السياسية نتنياهو يدرك أنه مع تحرير كل أسير يسجل له الشارع الإسرائيلي نقطة إيجابية ويدرك كذلك أن خروج قواته منتصرة من غزة ستبوئه مرتبة الزعيم الوطني وتقطع الطريق على من يتربسون به أمريكيا ودوليا عاد الحديث عن حل الدولتين ويزداد الاقتناع في دوائر صنع القرار السياسي أن استئصال أسباب الأزمة لن يتأتى دون مضمان إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطع غزة وعاصمتها القدس الشرقية فحرب غزة لم تبدأ يوم السابع من أكتوبر 2023 بل كانت انطلاقتها الرسمية حين خرج الفلسطيني من بيته وحل المستوطن ساكنا بدلا عنه